أعزائي الطلبة أرحب فيكم في درس جديد من دروس الفيزياء 4 فيز 312 وعندوان درسنا اليوم هو تغير المجالات المغناطيسية يولد قوة دافعة كهربية حثية ودائما نبدأ بأهداف درسنا اليوم الأهداف الأساسية للدرس هي توضيح كيف أن تغير المجالات المغناطيسية يولد قوة دافعة كهربية حثية الهدف الثاني تطبيق قانون لينز والهدف الثالث هو توضيح عمل الميزان الحساس والتيارات الدوامية وأخيرا شرح كيف تؤثر القوة الدافعة الكهربية العكسية في عمل المولدات والمحركات ويتمر علينا مفردات من ضمن المفردات اللي بتمر علينا قانون لينز المولدات والمحركات الدوائر الكهربائية والتيار الدوامي المخامد في البداية على ماذا ينص قانون لينز ينص قانون لينز على أن اتجاه التيار الحثي يعاكس التغير في المجال المغناطيسي اللي يولد هذا التيار الحثي ونقدر نوضح قانون لينز من خلال الرسمة التالية أو الشكل التالي لاحظوا إياي عزيز الطالب وجود سلك موضوع داخل مجال مغناطيسي المجال يتجه نحو خارج الصفحة اللي هو هذه النقاط اللي موجودة عند تحريك السلك في اتجاه اليمين مثل ما اتفقنا سلك موضوع في مجال ويتم تحريكه ستتولد قوة دافعة كهربية حثي يعني بيتولد تيار حثي في هذا السلك نستخدم القاعدة الرابعة لليد اليمنى اللي هو الأصابع تشير إلى اتجاه المجال المغناطيسي الإبهام يشير إلى اتجاه حركة السلك من باطن الكف نحو الخارج يشير إلى اتجاه التيار الحثي المتولد في السلك فمنلاحظ أنه بيتولد لتيار في هذا الاتجاه لكن وبحسب القاعدة الثالثة لليد اليمنى أن إذا كان عندي سلك يسري فيه تيار وهو موضوع في مجال بيتأثر هذا السلك بقوة فلوجينا نطبق القاعدة الثالثة هذه هي القاعدة الثالثة لليد اليمنى أن الإبهام يشير إلى اتجاه التيار وأصابع اليد تشير إلى المجال المغناطيسي والتيار ده للأسفل مثل ما لاحظنا التيار الحثي اللي تولد بلاحظ أن هناك قوة تولدت اللي هي ILB في اتجاه اليسار لاحظ إياي أنا حركت السلك في اتجاه اليمين فتولد تيار نتيجة هذا التيار تولدت قوة عاكست اللي هو أو عكس الحركة الأساسية اللي ولدت هذا التيار الحثي إذن قانون لنز ينص على أن هذا التيار الحثي اللي تولد يعاكس التغير في المجال المغناطيسي اللي ولد إليه هذا التيار الحثي إذن لاحظنا أن القوة تعمل هذه القوة المعاكسة على أبطاء حركة السلك لاحظنا السلك عندما حركناه في اتجاه اليمين هذه القوة اللي نتجت نتجت في اتجاه اليسار يعني تعاكس الحركة الأساسية للسلك إذن قانون لنز دائما تكون هناك قوة ممانعة أو تكون هناك ممانعة للتغير اللي حدث في اللهوة السلك تعالوا نطبق تطبيقات على قانون لنز لو لاحظنا لاحظ إياي الشكل التالي عندي مغناطيس بقرب المغناطيس إلى ملف بلاحظ أن هناك ممانعة تمانع اقتراب قوة تمانع اقتراب المغناطيس إلى الجهة اليسرى من الملف شنو معنات أنه يكون عندي قوة ممانعة؟ معناتها احنا أخذنا سابقا أن الأقطاب المتشابهة تتنافر معناتها أنه إذا قلنا بنحدد اتجاه القطبية بيكون هنا قطب يشابه هذا القطب علشان تكون هناك قوة ممانعة فبيكون هنا قطب شمالي وعلى اليسار قطب جنوبي لذلك عنده تقريب هذا المغناطيس وبحسب قانون لنز بتتولد قوة تمانع اقتراب هذا المغناطيس لو رجعنا للقاعدة الثانية لليد اليمنى أن الإبهام يشير إلى اتجاه القطب الشمالي أو اتجاه الشععة المغناطيسية أو الخطوط المغناطيسية الخارجة من القطب الشمالي وطبقنا القاعدة أن الأصابع المنثنية تشير إلى اتجاه التيار فبنلاحظ أن اتجاه التيار بيكون في هذا الاتجاه باستخدام القاعدة الثانية لليد اليمنى إذن هذا تطبيق على قانون لنز أيضا لو غيرنا أخذنا مثال آخر قربنا قطب طبعا هذه هي القاعدة الثانية لليد اليمنى توضح لي أن اتجاه اللي هو الإبهام اللي هو القطب الشمالي والأصابع المنثنية اللي هي التيار الكهرباء اللي يتحرك في الملف لو أخذنا مثال آخر قربنا قطب جنوبي مثلاً للملف لاحظي إياي أنا عندي قطب جنوبي قربنا من ملف شو بيكون؟ بتتولد بحسب قانون لنز قوة تمانع اقتراب القطب الجنوبي شنو نستنتج؟ نستنتج أن هناك قطب جنوبي لكي تمانع أو تكون هناك قوة تنافر يجب أن يكون هناك قطب جنوبي يمانع اقتراب المغناطيس وعلى اليمين بيكون عندي قطب شمالي لو طبقنا القاعدة أن الإبهام يشير إلى القطب الشمالي وأصابع اليد المنثنية التيار الكهربائي فبلاحظ أن اتجاه التيار بيكون في هذا الاتجاه لو كنا ننظر من ناحية اليسار للملف من هذه الناحية ننظر بنقول أن اتجاه التيار يتحرك مع عقارب الساعة لو كنت ننظر مثلا من ناحية اليمين للملف بيكون اللهوة التي هي من هذه الناحية بيكون أن التيار يسري عكس عقارب الساعة إذن هذا تطبيقين حول قانون لنز وموانعة التغير أيضا ناخذ تطبيق ثالث لو أبعدنا قطب مثلا جنوبي عن اللهوة الملف أيضا ستكون هناك قوة تمانع ابتعاد تحاول جذب المغناطيس تمانع ابتعاد هذا المغناطيس إذن الملف بيشكل إلي الجانب الأيسر للملف قطب شمالي ليش قطب شمالي؟ علشان يجذب القطب الجنوبي للمغناطيس لأن هذه القوة بحسب قانون لنز تمانع ابتعاد أو تحاول ممانعة أو مقاومة ابتعاد المغناطيس عن الملف إذن أيضا بتطبيق القاعدة الثانية اللي يد اليمنى الإبهام يشير إلى اتجاه القطب الشمالي بطبق القاعدة بلاحظ أن اللهوة التيار الكهربائي يسري في هذا الاتجاه ولو كنا ننظر من الجانب الأيسر إلى الملف بيكون في اتجاه عكس عقارب الساعة إذن هذا هو اتجاه التيار اللي تولد في الملف اللي موجود عندي أيضا مثال أخير على حركة المغناطيس مبتعدة أو مقتربة من الملف لو أبعدنا قطب شمالي عن اللهوة الملف لاحظ إياي أنا عندي قطب شمالي ببعد عن الملف بيتولد بحسب قانون لينز قوة تمانع ابتعاد هذا اللهوة المغناطيس يعني تحاول جذب المغناطيس فبس تنتج أن الجانب الأيسر للملف هو قطب جنوبي معناته أن الجانب الأيمن هو قطب شمالي وبذلك عندما نطبق القاعدة الثانية لليد اليمنى بلاحظ أن اللهوة التيار بيتحرك بهذا الاتجاه ولو كنا ننظر من هذا الجانب اللهوة من الجانب اللهوة الأيسر للملف بيكون مع عقارب الساعة وهي حركة اللهوة التيار الحثي اللي تولد في الملف الكهربائي إذن بحسب قانون لينز نقدر نسمي القانون ممانعة التغير اللي ولد هذا التيار الحثي أيضاً المحركات الكهربائية وقانون لينز تعد أيضاً المحركات الكهربائية تطبيق أيضاً إلى قانون لينز عندنا ثلاث نقاط رئيسية أو مهمة النقطة الأولى إذا بدأ المحرك في الدوران أوكي يعني هذه الأسلاك قطعت خطوط المجال وإحنا اتفقنا إذا عندي أسلاك تقطع خطوط المجال على طول بيتولد قوة دافعة كهربائية أو بتتولد تيار حثي قوة دافعة حثية عكسية تعاكس التيار الأصلي اللي جاي فمنلاحظ أن التيار الكل إذا التيار اللي تولد يعاكس التيار الأصلي معناته أن التيار الكل بقل إذن هذا كمبدأ لعمل المحركات أيضاً لو كان المحرك تأثر بحمل ميكانيكي مثلاً عندي محرك يرفع جسم ثقيل مثلاً أوكي فبطأت سرعة دوران الملف أو دوران المحرك صارت سرعة دوران المحرك قلت وإحنا نعرف أن القوة الدافعة الكهربية تعتمد على السرعة بي أل ذي سين ثيتا أوكي فش بيأدي؟ بيأدي إلى أن القوة الدافعة الكهربية أو التيار اللي تولد بيكون أقليل لأن السرعة أصبحت أقل فهذا التيار العكسي اللي يعاكس التيار الأصلي بيكون قليل لذلك التيار اللي بيمر بيكون كبير خلال لهوى ملف المحرك النقطة الثالثة إذا المحرك الحمل الميكانيكي أوقف حركة دوران الملف في المحرك في هذه النقطة أو في هذه الحالة ما بيكون عندي قوة دافعة كهربية عكسية تعاكس التيار اللي قادم فبنلاحظ أن التيار اللي بينتقل إلى المحرك هو تيار كبير جدا لعدم وجود قوة عاكس هذا اللي هو التيار فبنلاحظ أنه بتسخن الأسلاك ربما يؤدي إلى احتراق هذا المحرك إذن المحركات الكهربائية أيضا تعد تطبيق لقانون لينز في نقطة مهمة لاحظها دائما علل تضعف إضاءة مصابيح المنزل عند بدء تشغيل أجهزات المكيف وهذه النقطة أيضا مرت علينا سابقا في الوحدات اللي درسناها في هذا الكتاب لأن عند تشغيل أجهزة كثيرة بلاحظ أن الهبوط في الجهد يتغير لأن التيار المسحوب أيضا بيتغير فبذلك بتتغير سرعة المحرك الكهربائي وأيضا بيتغير الهبوط في الجهد في مقاومة أسلاك المحرك وهذا أيضا كتطبيق إلى اللي درسناه سابقا أيضا هناك سؤال لماذا عند قطع التيار الكهربائي عن المحرك بواسطة المفتاح تحدث شرارة كهربائية تحدث شرارة خلال المفتاح الكهربائي أيضا هذه نقطة مهمة لأن إذا أوقفنا التيار الكهربائي بيكون هناك تغير مفاجئ في المجال المغناطيسي وهذا بيؤدي التغير المفاجئ لتولد قوة دافعة كهربية كبيرة عكسية يؤدي ذلك إلى اللي هو حدوث شرارة خلال المفتاح الكهربائي أيضا من تطبيقات اللي هو قانون لينز الميزان الحساس الميزان الحساس كيف يستخدم تأثير التيار الدوامي حسب قانون لينز طبعا لإيقاف اللي هو التأرجح في الميزان الحساس عند وضع جسم في كفة هذا الميزان عند وضع جسم على ذراع الميزان بلاحظ أن القطعة الفلزية اللي موجودة في الميزان بتتحرك وهي موضوعة في مجال مغناطيسي وإحنا أخذنا إذا كان عندي سلك أو قطعة فلزية تتحرك في مجال بيتولد فيها تيار كهربائي أو تيار حثي هذا التيار بينتج مجال مغناطيسي يؤثر عكس الحركة يحاول أن يثبت اللي هو ذراع الميزان إذن الميزان الحساس أيضا يعد أحد تطبيقات قانون لينز سؤال لماذا لا يحدث تأثير للتيار الدوامي المخامد في الميزان الحساس إذا كانت القطعة الفلزية ساكنة وإحنا اتفقنا سابقا وقلنا علشان نولد قوة دافعة عكسية أو نولد نولد التيار حثي في القطعة الفلزية أو في السلك يجب أن يتحرك الجسم ويقطع خطوط المجال المغناطيسي لذلك إذا كانت القطعة ساكنة أكيد لا يتولد فيها تيارات دوامية إذا كانت قطعة الفلز ساكنة وهي موضوع داخل المجال المغناطيسي أيضا سؤال مهم يتكون قلب المحرك أو المحول مثل ما نشوف بعدين أيضا في اللي هو الأشكال اللي بتمر علينا في الشرائح القادمة من صفائح حديدية رقيقة معزول معزولة عن بعضها البعض وهذا نقطة مهمة بنعرف بعد قليل كيف نستفيد من هذه الصفائح لماذا نجعل هذه الصفائح لأنها تقلل من دوران التيارات الدوامية إذا هذه نقطة مهمة لو لاحظنا لاحظي يا عزيزي الطالب عندي ملف وعندي صفائح أو حلقات دائرية أوكي موجودة ولكن حلقة مقطوعة أو حلقة تمثل مسار مكتمل سؤال ماذا يحدث عندما يمر تيار متناوب في اللي هو الملف اللي موجود عندي إذا مر تيار متناوب في الملف بيتولد مجال مغناطيسي مثل ما أحنا عرفنا متغير لأن التيار متناوب فبيكون المجال المغناطيسي اللي بيتولد متغير هذا المجال المتغير بيأثر في الحلقة العلوية وبيولد فيها تيار تيارات حثية أيضا هذه التيارات الحثية اللي تولدت في الحلقة العلوية أيضا بتولد مجال يعاكس المجال اللي حرك إلي هذه اللي هو الحلقة للأعلى إذن تفاعل المجالين المغناطيسيين المجال الأول بسبب اللي هو التيار المتردد والمجال الثاني اللي تولد بسبب التيار اللي موجود على الحلقة بيجعل هذه الحلقة تتنافر عن اللي هو القسم اللي هو ترتفع إلى القسم الأعلى ويكون عندي تنافر إذن هذه نقطة مهمة نحطها في بالنا زين في سؤال لماذا أو علل لماذا لا ترتفع الحلقة السفلية في حين إن الحلقة العلوية ارتفعت ليش هذه الحلقة لم ترتفع بينما ارتفعت الحلقة العلوية لأن الحلقة السفلية لو لاحظنا فيها قطع يعني شنو قطع يعني أن التيار لا ينتج تيار ليش لأن المسار غير مكتمل وهذه نقطة مهمة نحطها في بالنا ماذا يحدث إذا كانت الحلقة مصنوعة من مواد غير موصلة ونحن نعرف أن المواد غير موصلة يعني أنها لن يسري فيها تيار حثي ولن تكون هناك قوة دافعة لن تتولد هناك قوة دافعة كهروية حثية إذا كانت المواد غير موصلة إذن لن ترتفع هذه الحلقة ولن تتأثر بتيار ولا قوة دافعة كهربية في حال كانت المواد غير موصلة تطبيق أخير على قانون لنز عند أسقاط مغناطيس في أمبوب نحاسي بنلاحظ أن المغناطيس يتحرك ببطء لو كان عندي مغناطيس بينزل في الحالة الأولى مثلا المغناطيس سينزل للأسفل بلاحظ أن هناك قوة مانع نزولة على طول بعرف أن القسم الأعلى بيكون تجاذب مع القطب الشمالي ليش؟ لأن هناك قوة مانع حركته لذلك لو كان عندي NOS بلاحظ أن خطوط المجال تخرج في هذا الاتجاه إذن مثل ما عرفنا من قانون لنز أنه اللي هو القوة اللي تمانع نزول هذا المغناطيس فمعناته أن القطب اللي موجود عندي هنا هو قطب جنوبي والقطب اللي في الأعلى هو قطب شمالي لذلك لو سألني سؤال وقال لي ما تجاه التيار الحثي المتولد باستخدم القاعدة الثانية لليد اليمنى عندي أنا ال N نحو الأعلى فبلاحظ أنه اتجاه حركة اللي هو التيار الحثي اللي تولد بتكون باتجاه X حركة عقارب الساعة عند النظر من الأعلى أيضاً لو لاحظنا في القسم الأسفل أيضاً هناك قوة تمانع نزول هذا المغناطيس معناته أن هناك قوة تنافر أيضاً مع القسم اللي هو مع القطب الجنوبي لأنها تمانع حركة المغناطيس فإذن لازم يكون جنوبي مع جنوبي لكي يكون هناك تنافر أن الأقطاب المتشابهة تتنافر وأيضاً في الأسفل بيكون عندي قطب شمالي فإذن أستطيع أيضاً أن أحدد أحدد اللي هو القطب الشمالي أقدر أحدد التيار اللي يسري باستخدام القاعدة الثانية لليد اليمنى سؤال عند إسقاط المغناطيس ما اتجاه المجال المغناطيسي؟ خلاص رسمنا أنه بيكون عندي في هذه الحالة S و N معناته أن المجال المغناطيسي أو خطوط المجال المغناطيسي بتكون نحو الأعلى وأيضاً في الحالة في الأسفل اللي هو أسفل الأنبوب أيضاً بيكون عندي S و N لكي يمانع حركة المغناطيس داخل الأنبوب فبيكون عندي خطوط المجال نحو الأسفل إذن عند الطرف الأعلى بيكون المجال نحو الأعلى وعند الطرف السفلي بيكون نحو الأسفل إذن كيف يعمل المجال المغناطيسي على تقليل التسارع أو حركة المغناطيس؟ بسبب شنو؟ القوة الدافعة الكهربية العكسية بحسب قانون لنز إذن يكون المجال معاكس لحركة أقطاب المغناطيس أتمنى إليكم التوفيق والنجاح